أرحب بكم ولقاء التتمة وحكايات الطولون وبها نستدرك بعض ما فات ونختم هذه الحلقة ومع اللقاء الحادي عشر وتتمة واجبة أولا أحمد بن طولون نشأ في الثغور أراد أن يتعد عن الفتن وعما يجري من فساد من الجنود الترك حول الخليفة وأثناء ما كان في الثغور أرسلت أمه تطلبه فأراد العودة في طريق العودة يا جماعة بتحصل حكاية كده هو راجع مع الجنود زملائه فالقافلة اللي هم راجعين فيها بتتعرض لهجوم من الأعراض وهنا بتظهر شجاعة ابن طولون وبيستطيع أنه هو يقضي على قطاع الطريق والحسن حظه أن القافلة دي كان فيها رجال للخليفة العباسي المستعين والخليفة العباسي كان له أغراض ثمينة في هذه القافلة فلما يرجعوا لعاصمة الخلافة هيعرف الخليفة العباسي وهيبعت يجيب أحمد بن طولون ويكرمه ولكن هنا هتنشأ علاقة بين أحمد بن طولون والخليفة العباسي المستعين اللي بعد شوية طبعاً هيتم الانقلاب عليه وهيتعين أحمد بن طولون حارس عليه علشان يحدد إقامته في بلد اسمها واصل وهتبعت أم الخليفة الجديد تطلب من أحمد بن طولون أنه يقتل المستعين ولكن أحمد بن طولون بيرفط وبيقول إن ده راجل أنا بيعته ولكن اعمله اللي انتوا عاوزينه وطبعاً هيبعته راجل هيخلص على الخليفة وأحمد بن طولون هينظر من بعيد فيجد إن الخليفة راسه تقطعت في قلب الخيمة فيدخل يغسل جثمان الخليفة ويصلى عليه ويدفنه طبعاً الجند الأتراك بيقدروا له الشرف والشهامة في الموقف ده فبترتفع مكانته ولكن أحمد بن طولون في نفسيته عارف إن ما بيدونش لحد وإن الضعيف بيتاكل وإن لابد يكون صاحي وهنا بيتغرس كواه إن هو لابد يكون زئب أو يتزأب أحمد بن طولون حينما مات أبوه تزوجت أمه من رجل يسمى باك باك هذا الرجل هو الذي طلق عند الخليفة وأقطعه الخليفة مصر فمنحها لأحمد لكي يأتي نائباً عنه في حكم مصر أحمد بن طولون أيضاً تزوج من ابنة أحد القادة الكبار من الترك من بني جنسه وهذا الرجل يسمى ياروخ أو باروخ أو ماجور هذا الرجل كان والد زوجة أحمد بن طولون وهنا يأتي الحظ الرجل الأول زوج أمه المسمى باك باك هو الذي أرسله لكي ينوب عنه في حكم مصر ولكن تدور المؤامرات ويتم قتل باك باك وقطع رأسه بأمر الخليفة وهنا يتولى نسيبه أو والد زوجته منصب باك باك ويظل أحمد بن طولون حاكماً لمصر هنا القدر تدخل مرتين حينما أرسل نائباً عن زوج أمه وحينما تولى نسيبه وأبقاه كما هو أحمد بن طولون يا جماعة لما جمص كان راجل غلبان جاي معه صديق عمره وبعض الجنود القرائب طبعاً السياسة في الوقت ده في الدولة العباسية إن في راجل موجود عندهم هنا في مصر هم أرسلوه الراجل ده مسؤول عن جمع الضرايب والأموال اللي هو مسؤول الخرق وده طبعاً دراع الخلافة الأول يعني الوالي اللي هيتعين كده حاكم ده راجل كده شرفي ولكن فيه تحت إيده مجموعة من الجواسيس التبعين لقصر الخليفة العباسي ودول طبعاً سلطانهم نافي أحمد بن طولون لما جاه وجد هذا الإنسان اللي هو بيجمع الخرق ومعاه مجموعة من أعوانه اللي مسيطرين فعلياً يعني أحمد بن طولون ضعيف جداً في مواجهة هؤلاء كان اسمه ابن المدبر وابن المدبر ده كان واحد من رجال القصر العباسي وعنده مجموعة ضخمة من الجنود وأحمد بن طولون المفروض أنه هو الوالي ورئيسه ضعيف راجل جاي معه صديقه ومعه مجموعة من الجنود قلائل فطبعاً بيبدأ ابن المدبر حلته وبيعرض على أحمد بن طولون هدية بمناسبة توليه الحكم ألف دينار فبيرفضها أحمد بن طولون ابن المدبر بيبعد في صورة متح يشبه الزمن يقول لهم أن أحمد بن طولون ده مصر ما تلقش به يليق به أنه يكون قريب من عاصمة الخلافة طبعاً أحمد بن طولون عنده رجال داخل القصر لأن زي ما قلت كده زوج أمه ده كان يعتبر الرجل التاني في الدولة فطبعاً بيعرف باللي يدبره ابن المدبر واللي أرسله فبيحتل على ابن المدبر وبيبعد يقول له لو كنت عاوز تهاديني اديني الميت فارس بقائدهم اللي موجودين عندك وبالفعل بكده أحمد بن طولون بيكسب نقطة بأنه بيسلب ابن المدبر من جهاز الحرس القوي اللي كانوا بيمشوا يحموا وهنا بيقوم الصراع الخفي والمكتوم بين أحمد بن طولون وابن المدبر نيجي بعد كده اللي هيحصل لباكباك زوج أم أحمد بن طولون ما بيمروش سنتين وبيكون تم قطع راسه ولكن القدر بيدخل للمرة التانية وبيتولى حماه مكان باكباك وبيتم تثبيت أحمد بن طولون على حكم مصر مرة تانية وهنا برضو بيتم الصراع المكتوم بين أحمد بن طولون وبين ابن المدبر لغاية ما بيتم الإنقلاب ويتم الإطاحة بالخليفة ويأتي خليفة آخر وبيكون عليه عمه ولي العهد وطبعا العم بيبعث لأحمد بن طولون يطلب منه أنه يبعث له أموال الخراج وما يخبرش حد عشان الجنود ما يعملوش ثورة ويطلبوا بمرتبتهم فأحمد بن طولون بمنتهى الدهاء يبعث يقول له أن أنا مش مسؤول عن أموال الخراج لو نائب أمير المؤمنين عيني في المنصب ده أنا أبعث له المال على الرحب والسعة وبالفعل بيتم إرسال المرسوم بتعيين أحمد بن طولون على أموال الخراج طبعا بيدبر ابن المدبر حيلة لابن طولون فبيبعث الخليفة يطلب من ابن طولون الحضور بين إيديه ابن طولون بيستشعر الخطر فبيرسل نائبه مع هدايا نفيسة لأهل القصر جميعا وللخليفة وبالفعل بيذهب الرجل وبيعود بعد ما بينال رضا الخليفة على ابن طولون أسرة أحمد بن طولون كانت أسيرة في عاصمة الخلافة يعني كانوا بقينهم هناك كأسرة فلما بيعود من ضوب ابن طولون بيكتشف ابن المدبر أن حيلته فشلت وأن مقاومته لابن طولون باقت بالخسارة وأن مفيش أمامه حل غير أنه هو يهرب ويسيب له مصر باللي فيها ولكن قبل ما يعمل ده لابد يأمن مكر ابن طولون ابن المدبر طبعا بيعلم أن صراعه مع أحمد بن طولون انتهى بالفشل فبيطلب أنه هو يبعد من مصر ويروح إلى بلاد الشام ولكن علشان يأمن شر أحمد بن طولون بيطلب أنه هو يجوز خماروي ابن أحمد بن طولون لبنته علشان نوع من الصداقة السياسية أحمد بن طولون لما عاد من الصغور من بلاد طرسوس الخليفة المستعين أعطاله جيزة جارية ومنها أنجب ابن طولون ابنه البكر اللي كان اسمه العباس والعباس ده هيعمل تمرد على أحمد بن طولون أثناء خروجه لبلاد الشام هيرحل العباس بجيش إلى برقة وفي الوقت ده برقة كانت بتخضع لمصر ومن ضمن الأراضي المصرية ولكن أحمد بن طولون هيستطيع أنه هو يقضي على التمرد ويسحقه ويأتي بابنه ويطلب منه أنه هو ينفذ الإعدام في اللي عونه على الخيانة ولما ابنه أبو العباس بيقتل كل اللي ساعدوه بيؤمر أحمد بن طولون بحبسه مدى الحياة حياة أحمد بن طولون شاف فيها مقتل أكتر من أربعة من الخلفاء السيد ده طبعا عصر تقلب سياسي مفيش حد رأسه بتفضل على جسمه كلهم بيكون نهايتهم الأسف فلابد يكون ابن وقته وابن زمانه ولذلك إحنا عارفين أن العصر كان عصر فتن وأن الجماعة الترك كانوا متمردين وأنه كان عصر صورات ولكن رغم ذلك استطاع أحمد بن طولون أنه هو يحقق لمصر الرفاهة والتقدم والمنزلة العالية بدرجة أن هي تطاول الخلافة العباسية يجلس أحمد بن طولون في يوم في الأسر بتاعه ومعاه المساعد اللي بيفتح الخزنة وبيعدد الأموال فبينظر وبيطلع دواهر وأموال كثيرة أحمد بن طولون بيتذكر وبيقول وعدوني بواسط أكون أمير ليها علشان أخد شوية فلوس زي دول ولكن أنا رفض إن أنا أأتي للخليفة لأن فرقاتي باي عليه فربنا أنعم علي بمصر كلها وبصروتها فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه دمتم بخير وعلى الخير نلتقي ولقاء متجدد ونبدأ حكاية جديدة من حكايات أهل مصر